مساء الخير الرسم التشبيهي الذي كان غامضاً بالأمس تحول اليوم إلى صورة بكامل الهوية لديبلوماسية بريطانية انتهت سهرتها اغتصاباً وقتلاً في ريف بيروت فصبية السفارة البريطانية العاملة في السلك الدبلوماسي ريبيكا دايكس سلكت طريقها من الجميز إلى نهر للموت الشنيع في حادث اكتنفه التكتم منذ ليل الجمعة وإذ تحقق القوى الأمنية في ملبسات القضية فقد التزمت السفارة البريطانية الصمت وأعلنت أنها تؤازر عائلتها وتبقى في الوقت نفسه على تواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية المختصة بملف التحقيق مالياً وسياسياً وملك يواجه ملكاً الجديد تحصل على معلومات تؤكد أن ضحية التي عثر عليها يوم السبت موظفة في السفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس بعد مرور أقل من 24 ساعة على اكتشاف جثة فتاة من قبل الجيش اللبناني في منطقة نهر الموت والتي أكدت طبيب الشرعي نعم الملاح تعرضها لاعتداء جنسي واغتصاب قبل قتلها حصلت الجديد على معلومات تفيد بأن الضحية بريطانية الجنسية وتدعى ريبيكا دايكس دايكس البالغة 30 عاماً انتقلت إلى لبنان في كانون الثاني عام 2017 وكانت مديرة البرنامج والسياسات في صندوق الصراع والاستقرار والأمن والذي يعنى بتوفير الدعم الإنمائي والأمني للبلدان المعرضة لخطر النزاع أو عدم الاستقرار في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا بحسب معلومات الجديد كانت موجودة ليل الجمعة في منطقة الجميزي وغادرت قرابة منتصف الليل وحدها ما يتطابقه وتقرير الطبيب الشرعي الذي يشير إلى أن الوفاة وقعت عند الساعة الرابعة من فجر السبت القوى الأمنية فتحت تحقيقاً في الجريمة وعملت على سحب عينات من الجثة لمعرفة هوية الفاعل من خلال السائل المنوي وتعمل على تتبع سيارة أجرى يشتبه في أن الضحية استقلتها كما استدعت بعض الشهود إلى فصيلة الجديد للاستماع إلى إفاداتهم وتحديداً ما جرى قبل مغادرة الضحية السفارة البريطانية التي آثرت الصمت أكدت أنه عقب وفاة مواطنة بريطانية في بيروت نعمل لتأمين الدعم لعائلتها ونحن أي السفارة على تواصل دائم ومفتوح مع السلطات اللبنانية حسان الرفاعي قناة الجديد